سؤال آخر يقول إذا توافر مكانان للدفن أحدهما خاص بعائلة المتوفة لكنه عبارة عن غرف تحت الأرض يدفن فيها الميت كما هو مشهور في مصر والآخر قبر عبارة عن لحد شرعي القبر الأول اللي هو غرف مكفون في عائلة المتوفة فيه أبوه وأمه وأجداده قبر الآخر ليس في المقبلة أحده مدفون من أهله فهل القبر الدفن في القبر الأول أفضل من ناحية استئناس الميت بذو القربة من أهله أم الأفضل في القبر الشرعي علما بأن الميت لم يوصب في أي القبرين يدفن الجواب عن هذا يا عرعاك الله الذي يظهر أن الدفن في القبر الشرعي أولى من دفنه في غيره وينبغي أن يفعل به ما هو أرض لله عز وجل وإن لم يوصبه والأنس إنما يكون بالعمل الصالح أنيسك اليوم ما قد خطه القلم وليس بمجرد القرب ممن مات من ذوي القربة وقد تقطع ما بينهم بالموت وتكون الفرقة الأكبر يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فالأنس يكون بالعمل الصالح بعد أن يفرغ من فتنته في قبره وسؤاله يأتي للريل الصالح ريل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وإلى أولادي اشتركوا في القناة